لا يكاد ينقضي عام على اليمنيين حتى يتمنوا عاما جديدا أقل سوءا لا أفضل حالا فمنذ خمس سنوات من عمر الانقلاب والحرب لم يعرفوا طعما حقيقيا للفرح ولا معنا للعيش الكريم وقد مضى عام 2019 مليئا بالفقدان وممزوجا بالقهر والأسى بعضهم قضى أيام العام هاربا من الحرب ونازحا منها هنا في حلول السنة القديدة التي هي 2020 بأن تتحسن أوضاعنا وتنتهي الحروب ونرقع إلى أوطان أي لا بلادنا معززين مكرمين هنا في هذه المخيمات لا يحلم الهاربون من المواجهات والمعارك سوى بانتهائها ولا يرغب النازحون والمشردون من عام 2020 أكثر من أن يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم والسكن في بيوتهم والبحث عن لقمة عيش كريمة لقد خلفت الحرب الكثير من المأسي وكان وقع الألم أكثر على الأسر التي انهارت ماديا ولم تجد من يعولها وادت وقايع الدمار والصراع إلى انتشار الأمراض النفسية إلى جانب الأوبئة المختلفة مثل الكوليرا والتيفود وتتعاظب الماساة مع انعدام قدرة البعض على الحصول على العلاجات اللازمة الأطفال، الأشيوب، النساء بحاجة إلى سلام البلد بحاجة إلى سلام إن شاء الله نتمنى أن تكون البلد الأفضل والأحسن وكفايتنا حروب، كفايتنا دمار، كفايتنا بهدلة كفايتنا يعني وقع قلب إن شاء الله يكون عام نجاح وعام تفوق في جميع المؤسسات في الدولة وإن شاء الله نتمنى أن الحرب تتوقف في اليمن ومع كل ما يحدث لا يفقد اليمني الأمل بقادم أفضل وتلك هي قصة اليمن منذ قدم التاريخ يمرض ولا يموت ويحلم المواطنون بعودة الدولة وبسط سلطتها على كامل المحافظات ويتمنون خروج اليمن من وسط المراوحة المميتة بين سلام واهم وحرب كاذبة